إلهنا عظيم، إلهنا أمين وحافظ عهده سنين وثنين بيطعم شعبه برية ويطلق عسره ومسبيل إله دانيال والرب داود بيعلم إنه مازال موجود هناك يا عبيده حسب وعده من صيف جليات ويقوم أسود يا إلهنا الصالح شكروا لي مهما نشكر مش هنواف ومع رحمة في الوراجين وأنتك شدة وما بزول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ملك شيرت أنا اسمي فيولتة أنيل سامي وكنت بشتغل محاسبة في شركة مقاولات من نعمة ربنا بقى أنه هو راح موجهني عن كنيسة على طول يعني أنا سبت الشغل واتجهت للكنيسة على طول لأنه كان جوزي كمان متوفي وعندي ولدين فنزلت الكنيسة على طول بقى خدمة واجتماعات والمهم أن ربنا برضو يعني فعلا ربنا ما بيرش تحد بيبتدي معامل من الأول اختروني أن أخدم خدمة بيت مسنين فروحت خدمة بيت مسنين وهي دي يعني النعمة أو البركة اللي نخطها في حياتي فعلا كان في مسنة ربنا سباحها بالخير كانت دكتورة صيدلانية فكانت الدكتورة دي كل ما تشوفني تقول لي ما تيجي تعودي معانا بقى مادام فيولانتي مش جوزتي ولادك تعالي عودي معانا قولها لا لا بدري شوية أنا بربي العيال دلوقتي الأحفاد تقول لي طوعيني وقالتلي جملة عمري ما هنساها قالتلي خشي بيت المسنين على رجليكي عشان ما تدخلهوش غزبا عنك فالجملة دي ما أقدرش أقولك عملت ايه في حياتي أنا رجحت في اليوم دا للعيال كانوا لسا ما تجوزوش أول ما سمعت الجملة دي قلت لهم بصوا اليوم اللي هحس نفسي مش قادر أخدم روحي أنا هروح بيت مسنين ماما وفيه ايه انت تتكلمي على ايه دلوقتي قلت لهم أنا بقولكوا عشان ساعتها محدش يقفوا صادي أنا يوم ما هحس إن أنا مش قادر أخدم نفسي أنا هروح بيت مسنين أنا حاسة إنه ربنا وجهني للخدمة دي من الأول عشان ما جيش أخد قرار زي دا أنا أي واحد كبير في السن بتصعب عليه نفسه قوي وهو رايح بيت المسنين ويقعد يقول بقى وبيتي وحياتي أنا ربنا أداني نعمة كبيرة جدا بشكوره عليها للنهار أنا ما عنديش حاجة غالية يعني ولا بيتي ولا شقتي ولا الكلام دا خالص حتى ابني لما جي يتجوز قال لي ماما خليكي في القوضة بتاحتك قلت له لأ القوضة بتاحتي دي أوسع قوضة في الشقة دي هتحط فيها قوضتك أنت وعرستك وقلت لهم يوم ما سكنوا معايا دا بيتك مش بيتي أنا هاخد قوضة بس من البيت فدي نعمة نعمة كبيرة قوي من ربنا كنت عايش لوحدي ولي حصل كنت باخد من نفسي يعني لوحدي طلع السلم فرجليا إيه أنا في الدور الثالث رجلي ازحلقت فانزلت السلالم بضهري بالمارس اتخبطت فرحات ومهم كدفي من هنا قصر فكاد بصعوبة بقى أن أنا عايش أنا في الدور أخدم نفسي يعني وحامل أكلها مفهولة وراح أجيب أكله بتاعه فدرعي عجزني فوقتي قالت لا ما ينفعش إن أنت تقول كده مين هيخدمك المهم جبت ناس يخدموني حصلت سرقة للأسف قلت جبت ثلاثة ثلاثة كل واحدة تسرق بطريقة شكلة المهم مشيتهم وأختي جا تكلمت الدار هنا وجابوني وعملوا لي اختبار دكتورة كلير كانت موجودة هنا فقلت لازم أشوف كنت بقى مشي كنت جاي بمشي على رجلي وقدي بكل حاجة وسليم المهم قعدت أنا بقى لي ممكن ثلاث سنين هنا أنا مما جيت هنا بصراحة الدار ممتاز أنا مش بقول كده عشان عشان لا بقول المواقع اللي أنا عيشت وانا بصراحة الأنسات بتخدمنا أي حاجة بتعمل يعني عايز أقولك المشرفة أنا حصد غيبوبة سكر أربع مرات ربنا بعتها في الوقت المناسب تفوقني بتخدمي لها فضلة عليها اسمي سناء بشرة أنا هنا في الدار من خمس سنين جيت مع جوزي الله يرحمه كان تعبال ولما سافر السماء الدار كويس ما قادرتش الحياة هنا كويس قوي وأحلى حاجة هنا الناس كلها بتحبوا بعضها أحلى حاجة إن الناس كلها بتحبوا بعضها وكلنا على واحدة وأسرة واحدة جوزي ما تعبش لما مات يعني قالي عايز أشرب حاجة سائعة كده قبل ما تخلص علبة العصير كان مات كده يعني يعني شفت ناس كتير تعذبت على ما ماتت يعني قعدت كم يوم يا حرام يتقلموا ويتعذبوا لكن ده الحمد لله ما راح في سلام كده بطلب من ربنا بقى كلنا بنحب عاوزين الكنيس ترجع كان بيتعمل لنا قداس كل يوم ثلاثة هنا في الدار فوق في الكنيسة دلوقتي عشان مفيش الكورونا والأعداد فأتمنى إن ترجع القداس إن شاء الله حتى مرة كل شهر يعني بس هو ده اللي بتمنى ترجمة نانسي قنقر